في لقاء مع سكاي نيوز عربية تهم المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هاوكنز تهم إيران بتهديد الملاحة البحرية الدولية من خلال المصادرة المتكررة لناقلات النفط في مضيق هرمز إيران تعتدي بشكل صارخ على القانون الدولي عبر مصادرة ناقلات بحرية تحمل أعلام دول وفي هذا الصدد لقد تم مصادرة ناقلتين اثنتين خلال أسبوع وخلال عامين صادرت إيران 15 تسفينة إننا نصنف هذا الفعل تهديداً للملاحة البحرية وفعلاً غير مسؤول ويهدد الاستقرار في الإقليم